بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين لأول مرة الزهور والنباتات تزهر وتنمو في منطقة لم يكن أحد يتوقع أن ينمو فيها نبات إنها القارة المتجمدة الجنوبية حيث هذا المكان درجات الحرارة منخفضة جدا الحياة النباتية هناك حياة ولكن غريبة من نوعها أما أن نجد زهور تنمو في هذه الظاهرة تدل على أن درجة الحرارة هناك بدأت ترتفع وهذا الأمر أيها الأحبة فيه خطورة على حياة الكائنات البحرية وعلى البشر أيضا سنتحدث اليوم أيضا عن الصورة التي انتشرت لما يدعى اكتشاف هرم عملاق أيضا في القارة المتجمدة الجنوبية أحبتي في الله ماذا يدل وجود الزهور ونمو النباتات بوتيرة متسارعة في منطقة جافة وباردة جدا هل هناك المزيد من الكوارث تنتظرنا في المستقبل وسوف نتناول موضوع الصورة للهرم العملاق وطبعا هو ليس بهرم ولكن انتشرت كثيرا سنرى الصورة ونتحدث عنها هذه المنطقة أخي الحبيب منطقة يعني درجات الحرارة تنخفض جدا جدا فيها لا يستطيع إنسان أن يتحمل هذا الأمر يعني أن ينمو نبات شيء غريب طبعا هناك باحثة إيطالية درست ظاهرة نمو النباتات خلال عشرات السنين فوجدت أن هناك تسارعا في نمو النباتات في جزيرة سيني في القارة المتجمدة الجنوبية وذلك بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة واستمرار الذوبان الجليد واستنتجت هذه الباحثة أن هناك تغيرات سريعة جدا تحدث وستؤدي لتغير النظام البيئي وربما تكثر الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير الزلازل التسونامي إلى آخره طبعا هذه عينة من الزهور والنباتات التي تنمو في منطقة جافة جدا انظر معي أخي الحبيب عبارة عن جليد ولكن هذا الجليد ضروري لتبريد الأرض يعني نحن لدينا هذه هي أرضنا المناطق الجليدية هذه هي مياه عذبة بالأصل الجبال الجليدية هي مياه عذبة هذه المياه تذوب بنسبة محددة وتحافظ على درجة حرارة محددة لماذا؟ لتضمن التوازن بأن تبقى الأرض أيضا في درجات حرارة معتدلة وهذا الأمر بقي ألاف سنين الآن يعني قبل في العصر الحديث يعني قبل أربعين خمسين سنة عندما كثرة التلوث كثرة أكاسيد الرصاص في الجو زادت ظاهرة الاحتباس الحراري هذه الغازات التي تلوث الجو تعيق عمل الكائنات الحية تعيق عمل الغطاء النباتي للأرض تسخن البحار تلوث عجيب يعني بسبب ما تطلقه عوادم السيارات بسبب الحروب بسبب التجارب النووية بسبب المشاريع العملاقة العبثية التي تقوم بها بعض الدول بسبب ما تضخه المصانع والمعامل من ملوثات أكاسيد الكبريت والرصاص وغير ذلك فأصبح جو الأرض ملوث أصبح فيه فساد ونحن قلنا هناك آية تشير إلى هذا الفساد البيئي واستخدم الله صيغة الماضي ليقول لك إن هذا الأمر سيتحقق وكأنه تم في الماضي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس التلوث من صنع الإنسان الحروب من صنع الإنسان العبث بالبيئة من صنع الإنسان بما كسبت أيدي الناس هذا التلوث سوف يحدث الكثير من الكوارث والظواهر الكارثية الطبيعية كما قلنا زيادة الأعاصير الفيضانات الزلازل السونامي الانزلاقات الأرضية الخسف بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن هنا القرآن العظيم يعطينا لمحة مهمة جدا ينبغي أن نتنبه لها أن ما نراه من فساد بيئي ومشاكل وتلوث سببه ماذا إفساد الإنسان في الأرض وهو نوع من أنواع العذاب بالنسبة للبشر ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن الله يريدك أن ترجع إليه كيف تقول أيها الملحد إن الله الظالم ويحب أن يعذب الناس ويضطهد الناس ويدخلهم نار جهنم لا هو يريدك أن تعود إليه يدعوكم ليغفر لكم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لأنك بالكلام لا تستجيب بلغة العقل والحوار والعلم لا تستجيب إذن لابد من وسائل أخرى فيها نوع من الضغط فيها نوع من العذاب عسى أن تستجيب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون هذه مجموعة من النباتات القطبية الرائعة بسبب زيادة حرارة كوكب الأرض بشكل عام طبعا هناك ذوبان مستمر للكتة الجليدية أحبة تفلا وهذا يؤثر سلبا على الحياة البرية والبحرية كما قلنا هنا صورة مزيفة انتشرت يمكن يعني عندما تبحث عن الزهور في القارة المتجمدة الجنوبية تخرج لك هذه الصورة بكثرة هذه الصورة مزيفة جاءوا بصورة من مكان ووضعوها خلال برنامج فوتوشوب على صورة أصلا من القارة الجنوبية وبالتالي مثل هذه الصور تنتشر بسرعة أحببنا أن ننبه لهذا الأمر طبعا قضية الهرم العملاق أيضا هذه الصورة انتشرت كثيرا وظهر باحثون وأناس يعني من ذوي العلم يعني طبعا يهدفون إلى الشهرة يقولون إن هناك هرما عملاقا تقريبا طول القاعدة 2 كيلومتر ضلع القاعدة 2 كيلومتر فهو هرم عملاق وظهر في القارة المتجمدة الجنوبية مما يدل على أن هناك بشر عاشوا هناك وبنوا وهناك حضارة الأخيرة ولكن بعد فحص هذه الصور أيها الأحبة تبين أنها لجبل جبل كان مغطى بالجليد وبسبب ارتفاع الحرارة بدأ الجليد يذوب فكشف عن هذا الجانب من الجبل في الجانب الآخر طبعا إذا نظرت له من الخلف لا ترى أي شكل هرمي ولكن عندما تنظر له من الأمام ترى هذا الوجه المثلث وهذا الوجه فتظن أنه هرم لذلك هذه صور مزيفة وهناك الكثير من الخرافات والأساطير التي تنتشر حول هذه القارة المتجمدة الجنوبية وهي قارة طبيعية وضعها الله من أجل التوازن من أجل أن يضمن لك أيها الإنسان حياة آمنة مستقرة سليمة لتحافظ الأرض على درجات حرارة معتدلة وهذه الدرجات من الحرارة المعتدلة تكون مناسبة لحياتنا يعني أنظر أخي الحبيب الأرض الحرارة على سطح الأرض مناسبة جدا ومبرمجة لتناسب حياة الإنسان تخيل لو أن القضية عشوائية وأن الطبيعة تسير بشكل عشوائي كما يدعي الملحدون تخيل أن الأرض ترتفع درجة الحرارة فيها مثلا إلى خمسين أو ستين درجة أو مئة درجة ستحترق الكائنات على الظهر يتصور لو أن الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر ستدخل في عصور متجمدة ستؤدي إلى موت الكثير من الكائنات وعلى رأسهم البشر لذلك هذا الأمر من رحمة الله هذا الأمر أخي الحبيب يدعوني أن أختم بهذه الآية الكريمة أقول فعلا الحمد لله رب العالمين قال سبحانه وتعالى وقل الحمد لله أمر لي ولك هذا الأمر ليس فقط للنبي عليه الصلاة والسلام هو موجه للنبي وقل يعني قل يا محمد الحمد لله ولكن الأمر لي ولك أيضا لأننا نحن من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فنحن معنيون بهذا الأمر وقل الحمد لله إذن عندما تسمع هذه الآية مباشرة قل الحمد لله فعل أمر قل أمر أمر لي ولك لماذا نقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق